كيفك دنيز؟ كيفك سلمان؟ في توجه أمريكي جديد غير موضوع الغزب والنفط لدعم الجيش، مؤسسات، قوة أمنية؟ يعني طبعا عن عكس القرار الرسمي بشكل مرسوم خاص من قبل الرئيس الأمريكي استمرار دعم الجيش اللبناني أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية أو أن تقدم المساعدات للجيش اللبناني خبر ليس بجديد نظرا إلى تاريخ المساعدات الأمريكية للمؤسسة العسكرية والتي لم تنقطع رغم حملات قيدت أو قيدت في الداخل الأمريكي لوقفها بحجة أن الجيش تابع لحزب الله لكن الخبر أن تأتي هذه المساعدات بمرسوم رئاسي خاص صادر لأول مرة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي ذلك خطوة لا في تفسرتها مصادر ديبلوماسية مطلعة بأنها تأكيد أمريكي على رعاية الجيش والاستمرار بذلك إضافة إلى حرص أمريكا والدول الأوروبية على أن يكون الأمن في لبنان ممسوكا وأن لا يصيب المؤسسة العسكرية مصير مؤسسات الدولة التي بدأت تنهار الواحدة تلو الأخرى فيما المؤسسة العسكرية هي الوحيدة حتى الآن التي لا تزال متماسكة وثابتة وفي أي حال في وفد أوروبي سيصل غدا إلى بيروت مهمة هذا الوفد الأوروبي أيضا تصب في مصلحة متابعة المساعدات التي أقرت للجيش اللبناني في مؤتمر الرابع من قبل العقد بباريس إذن انتلاقا من أن التغيير في لبنان غير محسوم المعالم بعد وبانتظار أن تتبلور صورة التغيرات في المنطقة وتأثيرها على لبنان الفوضى في بلد الأرز ممنوعة والمطلوب الحفاظ على الاستقرار وهذا أحد أسباب المساعدات الأمريكية لكن أبعد من الحفاظ على الاستقرار والاتكال على الجيش لتأمين ذلك فللمرسوم الرئاسي الأمريكي أبعد أخرى لا يمكن إغفالها فبعدما حصل في أفغانستان وعشية عودة المفاوضات الأمريكية الإيرانية كثرت تحليلات عن تسليم أمريكا لبنان إلى إيران وحزب الله فأتت المساعدات للجيش وبمرسوم رئاسي أي من أعلى سلطة في أمريكا في هذا التوقيت لضحط هذه الاستنتاجات والتحليلات فكانت رسالة واضحة بأن الاعتماد في لبنان سيكون فقط على الجيش اللبناني ولا تغيير في الاستراتيجية الأمريكية هل يعني ذلك أن تصل الأمور إلى حد تنفيذ الجيش انقلابا وتسلم البلاد إذا اشتدت الأزمة وبلغت الفوضى حدا خطير تجيب المصادر الدبلوماسية بأن فكرة الحكومة العسكرية قد طرحت على قائد الجيش جوزيف عون خلال زيارته باريس في حزيران الفائت لكنه رفض حتى البحث بهكذا طرح جوهر المرحلة المقبلة هو المسألة الأمنية وكل الحسابات تصب في هذا الاتجاه